السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وابنائي طلاب تخصصات المعمرية في كل مكان لقاءنا دائما يتجدد بكم في برنجم الجميل الأوائل تمنى من المولى عز وجل أن يكون لكم من اسمه نصيب وإن شاء الله بإذن الله أسعد بلقاء مادة حساب الإنشاءات مع حضراتكم أو مادة المساحة ودائما يتجدد اللقاء في مادة المساحة لطلاب الصف الثالث واللي كنا تكلمنا فيها على مدار حلقات سابقة عن الأجهزة المساحية المستخدمة في أعمال المساحة وتكلمنا طبعا بشكل مستفيد في التعريف الميزانية وأنواع الميزانية وأعمال المساحة وإزاي بتتم عملية أو حساب الميزانيات وإزاي عملية المساحة بأجري عمليات المساحة وتكلمنا عن أنواع الميزانيات باستفادة ويكوننا توقفنا عن أو بدأنا في الملحقات المستخدمة لأعمال المساحة أو المستخدمة في الأجهزة المساحية واللي إن شاء الله بإذن الله هنبدأ النهاردة أولى موضعاتنا عن الملحقات المستخدمة في الأجهزة المساحية واللي هنتناول فيها طبعا كل الملحقات يعني أجزاء غير الأجزاء أو أدوات بتستخدم للمساعدة في إجراء عملية المساحة مع الأجهزة المساحية الموجودة طبعا الأعمال اللي بتكون موجودة أغلبها تكون أعمال ميزانيات بغض النظر برضو عن اللي هو رقاط الربط أو الرفع المساحي النقط أو الاستخدام الأساسي للملحقات بتكون مع الأجهزة المساحية أو الموازين بشكل عام ميزان التودليت، ميزان الآمة، ميزان ديمبي أو مجموعة الموازين أو التوتاليستيشن اللي تكلمنا عليهم بشكل مستفيد في الحلقة السابقة النهاردة جه دور الحديث عن الملحقات والحلقة بتاعتنا حلقة سهلة وبسيطة إن شاء الله الموضوع هنبسطه لكم فيه أبسط أشكال وبحيث أن المعلومة تكون موجودة كفهم مش حفظ لما حضرتك هتفهم هتقدر بعد كده أنك انت تعبر بالورقة والألم عن المقطة اللي بتتكلم فيها أو عن الجزء أو الأداء الملحقة على أحد الموازين اللي بنتكلم عليها في أعمال المساحة أو أغراض المساحية أو الأغراض المساحة نشوف مع بعض كده هنتكلم عن أولى الملحقات واللي بتتكلم عن القامة وبداية طبعاً الأمة دي من الأساس أو من الأساسيات التي لاغنى عنها في إجراء العمليات أو أعمال المساحة هنا تعرفها لأنه بيجي دايماً في الامتحان أو في أكمل أو يقول لي أذكر أو عرف السؤال دايماً عرف القامة أو أكمل القامة هي نوات فأنا بقول فيه التعريف هي مصطرة مدرجة بالوحدات الفرنسية أو الإنجليزية بأطوال مختلفة وتصنع من الخشب أو الألمونيوم أو الألياف الزجاجية المقوى يبقى أنا عرفت أن هي عبارة عن مصطرة المصطرة دي ممكن تكون مدرجة بالوحدات الفرنسية أو الإنجليزية أطوالها بتكون مختلفة طبعاً حسب الشركة المصنعة وبتصنع من لها تلت مواد أو أربعة من الخشب والألمونيوم والألياف الزجاجية المقوى ده طبعاً مادة الصنع طب أنواع القامات دا هي تنقسم القامات لكذا نوع مصطر يعني هي لها أكتر من شكل أو نوع أقول لك آه النوع الأولاني بيقول لي القامة المطوية عبارة عن قطعتين من الخشب طول كل منهما اتنين متر يتصلان ببعضهما البعض بمفصلة ويطوى كل منهما على الآخر وعند الاستعمال تفرد القامة ويثبت النصفان في استقامة واحدة بواسطة مشبك من الحديد طبعاً الكلام دا فيه صور بتوضح أهو لو أنا شفت القامة المطوية بص كده اللي هو اللي موجودة رقم ثلاثة من على الشمال دي ده القامة المطوية عبارة عن جزئين طول كل واحد منهم اتنين متر فيه مفصلة بتمسك أو بتربط الجزئين دول ببعض لما وقت الاستخدام بيفرد دي لفوق واحدة منهم لفوق وبالتالي اللي اتنين بيكونوا على استقامة واحدة بيكونوا الشكل رأسي طبعاً بيحدد القراءة أو بتأخذ القراءات عليها الشكل اللي أمام حضراتكم ده طبعاً أشكال متعددة للقامات واللي أنا قلتلك فيه البداية هي عبارة عن مصطرة مدرجة بالقياسات أو الأبعاد الفرنسية أو الإنجليزية والإراية بتاعت القامة دي الحقيقة بيكون لها يعني فلسفة خاصة خدا وطبيعة خاصة فيه شرحها وكيفية أو كيفية إجراء القراءة على القامة الكلام ده هنتكلم عليه كمان شوية بمزيد من الشرح ولكن خلونا الأول نخلص أنواع القامات ونتقنها ونعرف الأنواع بعد كده نجيب كيفية القراءة عشان نتقن الشيء بالشيء يبقى أول حاجة عندي القامة المطوية الشكل طبعاً صورة بتوضح المعنى عبارة عن جزئين طول كل منهم اتنين متر اللي اتنين دول متصلين ببعض بمفصلة مفصلة دي عشان تضمن عملية الرأسية للقطعتين مع بعض وبتربطهم ببعض طيب بعد كده تابع أنواع القامات عشان نكمل يبقى القامة اللي عليها الدور أو التانية رقم اتنين القامة التليسكوبية وتسمى بالقامة الإنجليزية أو المتدخلة وهي مكونة من طبعاً أجزاء متدخلة تنزلق داخل بعضها البعض وعند الفرد يرتكز كل جزء منها على الجزء الداخل فيه بواسطة سستة ومن مميزات هذه القامة أنها طبعاً بتكون صغر طولها عند عدم الاستخدام يعني ما فيش استخدام بيكون طولها صغير نظر اللي تدخلها وكذلك عدم وجود ميل في جزء من أجزاء القامة طيب قبل ما نكمل لازم أنا هرجع للجزء ده عشان أنشوف أنا كنت بتكلم عن شكل القامات أو أنواع القامة شكلها إيه القامة التليسكوبية دي ده الشكل القامة التليسكوبية بيقول لي من أهم مميزات القامة التليسكوبية ده صغر حجمها عند عدم الاستخدام ليه؟ لأن هي عبارة عن أجزاء متدخلة الأجزاء دي جزء لو بصينا كده أكبر ثم أصغر في العرض أصغر شوية أصغر شوية كده وهي أصغر خالص التلات أو أربع أجزاء دول بيتدخلوا مع بعض في النهاية خالص بيديني مصطرة طولها واحد متر بس فأقدر أشيلها في أي جراب وبتكون طبعاً في أي مكان ما بتشغلش معايا حيز الكلام ده ليه؟ لأن هي من الإسم طبعاً قامة تليسكوبية يعني متدخلة مع بعضها البعض الأجزاء بتكون داخل كل جزء داخل في القامة التانية أو الجزء الأولاني مع الجزء التاني بيكون كل واحد فيهم طبعاً متدخل مع الأخ هنا جزء من الأجزاء أو قراءة من القراءات هنا في الآمة فبيقول لي كيفية تعيين القراءة على القامة لقراءة القامة بنرصد تقاطع الشعرة الأفقية الوسطى الرئيسية بالمنظار مع تدريج القامة بعد ضبط الميزان أفقياً وطبعاً يعني هنا زي ما احنا تعودنا معاكم أن كل جزء بيمحتاج وقفات كده أو أصبط بنلقي عليه الضوء بالورقة والألم عشان المعلومة تثبت عندنا ونقدر أن احنا نلم بعناصر الدرس ونكون أكثر توضيحاً ليه؟ لأن الشرح نشوفه بالورقة والألم هيوضح الجزئية الخاصة بعملية تعيين القراءة وخلي بالك أن الجزئية دي مهمة جداً في مادة المساحة وللجانب النظري وكذلك للجانب العملي لما إن شاء الله تنزل تنفذ الكلام ده بشكل واقعي في المشروع هتبقى يعني أكبر التحديات اللي موجودة عندك واللي بتواجهك إزاي أنك أنت تقدر تقرأ في الميزان أو في عدسة أو المنظار بتاع الميزان تقرأ القراءة اللي موجودة على الآمة وإزاي تحددها وإزاي اللي هو بعنوان كده رسمي زي موجود في الشريحة أو قد يرد في الامتحان كيفية تعيين القراءة على القامة تعال كده نوضح الكلام ده بالورقة والألم ونشوف مع بعض لو أنا عندي آمة الآمة دي أهي عبارة طبعاً خلاص إحنا اتفقنا إن هي مصطرة مدرجة بالوحدات الفرنسية أو الإنجليزية وطبعاً بتبدأ معايا من خلي بالك إن هي بتبدأ من الصفر من تحت اللي فوق يعني أنا عندي نقطة البداية بتكون صفر وإنت طالع كده بيبدأ كل جزء عندي بيبدأ مثلاً تلاقي عشرة يعني هو بيكون الأول عبارة عن مجموعة أسنان زي ما شرحنا قبل كده كده مسافات كل شرطة من دول واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خلي بالك إن هي لها لونين إما أبيض واسود أو أبيض وحمر أو أحمر واسود بيكون عبارة عن لونين كل لون من دول بواحد سنطي يعني أنا لو خدت كده سهم يبقى ده واحد سنطي وخدت على الشرطة دي كده يبقى ده واحد سنطي المجموعة دي على بعضها كده بتبقى كام؟ بتبقى خمسة سنطي يجي بعد كده الخمسة سنطي التانية بتيجي اده سنطي اتنين تلاتة اربعة كده واحد اتنين اده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وده الخمسة التانية بتيجي على نهايتها كده ويكتب عشرة يبقى انا كده دول خمسة كمان خمسة سنطي اذا دول على بعض كده عشرة سنطي بتلاقي مكتوب هنا عشرة وكذلك كده وانت ماشي خمسة كده بعدين خمسة الناحية دي اهو وانت ماشي كده وكل طبعا نهاية واحدة من دول بيكتب لك عليها 20 او 30 يعني بيزود 10 وانت طالع كده لحد فوق هنفترض ان هو وصل هنا مثلا لل90 بيبدأ بعد كده اهو تلاقي هنا مكتوب 1 بس بعد العشرة دي هتلاقي مكتوب 1 يبقى انت كده عرفت ان هو لما تيجي تبص هنا ده كده معناها 1 متر طيب بعد 1 متر بتلاقي هنا طبعا اده 1 هنقول كده 1 2 3 4 5 1 2 3 مثلا 4 دول 5 هون دول كده 10 سنتي لو انا هفترض ان المنظر بتاعي موجود هنا انا عندي الميزان اهو متوجه وليكن كده في الاتجاه ده واخدت الاراية او بشوفت الاراية دي كده لو قيتها مثلا واحد وفيه شرطتين فوق الواحد اه يعني كده عندي ده سنة شرطة والتانية وده هنا كده طيب المنظر ده لما بيبص كده في الاتجاه بتاع الامة بيكون عندي فيه حاجة اسمها شعرات مجموعة شعرات الشعرات دي بتكون موجودة في قلب المنظر ده ما بيشوفهاش غير الرجل اللي بيرصد او المساح الشغال لما بيبص هنا في المنظر ده بيشوف مجموعة شعرات زي كده شعرات افقية ورأسية الافقية دي بتكون فيه صغيرة تحت فوق واحدة تحت وعندي واحدة طويلة بتكون موجودة فيه النص الطويلة دي اللي موجودة في النص هي لما بتبقى موجودة على الاراية هي دي اللي انا باخدها لو انا هعتبر ان هو كده وده الصغيرة وهنا الصغيرة التانية وطبعا الخط موجود فيه النص في نص الامة اللي هو موجود فيه المنظر بتوجه على الامة وشوف الشعرات الكبيرة اللي موجودة في النص دي على انهي اراية بالضبط فيه الكلام اول ما هتبصه في المنظر هتلاقي واحد يبقى انا عرفت ان انا كده عديت المتر الاولان انا كده في بداية المتر اللي هو ايه التاني ونهاية المتر الاولان بقيت انا واحد متر وكذا طب كذا ده ايه بقى اشوف الشعرة الكبيرة دي واقف على انهي سنتي وليكن مثلا هنقول ان انا عندي كده اهو وده الواحد تحت خلاص كده واحد متر اهو وجات هنا كده العلامة بالزبط زي ده فوق الشرطتين دول يبقى انا عندي واحد والشرطة اللي بضيه اتنين والشرطة اللي فوقها دي تلاتة يبقى دول تلاتة ايه تلاتة سنط يبقى واحد متر وكام وثلاثة سنط يبقى انا عرفت ان كده انا النقطة دي ارتفاعها لو انا هقوله ان انا واقف عند نقطة الف والقامة موجودة فوقها والميزان بتاعي موجود في الجزئية دي كده اهو اتحمل عليه المنظر وابص كده في الاتجاه ده ناحية القامة عند نقطة الف وبدأت ابص في المنظر بتاعي هاخد الاراية اللي طبعا بوضح الرؤية وبص هنا على الامة الامة اول ما تظهر معايا هلاقي رقم واحد ده الرقم الكبير اللي ببدأ به اكتب واحد افرض اتنين ما فيش مشكلة ايا كان المتر اللي موجودة فيه يبقى ده واحد باكتب واحد وابدأ بعد كده اعد الشرط اللي موجودة الصمت المترات اللي موجودة اللي هي قصور فوق الواح طب الكلام ده بيكون موجود فين باخده من الاراية اللي الشعرة الكبيرة بتكون موجودة عليها احنا عدناها في المثال ده طلعت واحد اتنين تلاتة يبقى واحد متر وتلاتة ايه وتلاتة سنطي دي كيفية تحديد الاراية على الامة خلي بالك ده لما يكون عندي متر والكسور الكسور دي كسور بسيطة زي كده طب خلي بالك بقى ان انا بعد كده هتيجي الجزئية تاني اللي هي ايه هتلاقي عندك بعد لما يوصل المتر وعشرة هتلاقي متر وعشر على الام طب لما يوصل متر بعدين متر وعشرين متر تلاتين على حسب اللي موجود ببدأ بعد المتر وتلاتين زي ما بصت في المنظر هنا وشفت واحد متر بعد كده عدت الصنطيمترات هبصي في المنظر لو ظهر عندي المتر وعشرة يبقي انا عرفت ان هناك كده متر وكام الاراية عندي متر وعشرة ابدأ بعد كده يعد الصنطيمترات وليكن مثلاً أربعة الشعر الكبيرة دي موجودة فوق صنطي رقم أربعة يبقى ده كام؟ يبقى متر وإيه؟ متر واربعتاشر يبقى أنا عرفت أني نواف عن متر مثلاً واربعتاشر طب تعالوا نشوف الكلام ده على الشرايح بتاعتنا زي ما هو موجود كده في العرض أمام حضراتكم لو بصت هنا كده هو في الآمة في المزان بص في المنظر أو في اتجاه الآمة ظهر عنده تمانية دي طبعاً عمرهم هتبقى تمانية متر دي معناها نواة كده فين؟ فيه تمانين يعني لسه ماكملش المتر هو هنا متر إلا طيب لما أرى التمانين خلاص حدد التمانين طيب بعد كده يبدأ يعد يعد الشراط اللي موجودة لو بصنا هنا عندي الشرطة الرئيسية الكبيرة بس هي طبعاً رفاعة شوية موجودة في المنتصف الشرطة دي أو الشعرة زي ما بسميها الشعرة الكبرى عندي واحدة رئيسية واثنين أفقيين واحدة موجودة فين؟ كبيرة في المنتصف يبقى ظهر عنده تمانية خلاص عارف ان هو تمانين من مية طيب بقية الكسور بقى عداز زي بص كده على الشرطة الكبيرة أو الشعرة الكبيرة اللي موجودة أرى هنا بص داكت نهاية التمانين هنا واحد سنطي وكمان دا اثنين سنطي ولكن الشرطة يعني فيه حوالي زي مثلاً ميلي موجودة على نهاية اللي هو الصنط التاني يبقى وتسعة عشر خلي بالك واحد يعني تمانين واتنين وتمانين إلا ميلي يبقى هو كده بيعد واحد وتمانين ونقول وتسعة من عشر يعني مش مكمل اثنين وتمانين ايه Christ ثانتي اثنين وتمانين من مية مت خلي بالك العلمة ايه اثنين وتمانين من مية مت هو مش مكمل اللي اثنين وتمانين ليه لان فيه عندي ميلي الشرطة أو الشعرة دي ماشي جايبة نهاية اللي ايه نهاية الصنطي التاني طبعا ده كده عشان نوضح الكيفية يبقى الرقم الكبير اللي بيظهر عندي ده الاساس بعد كده ببدأ اعد الكلام اللي موجود بالسنتيمترات اللي موجود قصاد اللي هي الشعرة الكبيرة او الشعرة الافقية المتوسطة ده شكل تاني طبعا من اشكال القامات عشان واشكال تنوع اشكال القراءات اللي موجودة هنفترض انك انت نصبت الميزان بتاعك وبصد في الاتجاه ده عند نهاية السبعين يعني متر وسبعين لو بصنا كده يبقى انا هنا دي نهاية المتر وكام متر وسبعين ظهر عندك متر وسبعين في العدسة ابدأ بعد كده اشوف كل شرطة من دول بواحد سنتيمتر يعني ده متر وسبعين هنا عند الشرطة دي كده متر واحد وسبعين متر اتنين وسبعين تلاتة وسبعين اربعة وسبعين خمسة وسبعين بعد كده ستة وسبعين سبعة وسبعين تمانية وسبعين تسعة وسبعين بداية اللي ايه التمانين يبقى انا هنا متر وتمانين طيب لو الشعرة كبيرة هنقول انها جت على الخط ده بالزبط يبقى فوق ده بالزبط كده الشعرة الكبيرة اللي موجودة فيه الميزان وزهر عند المية وسبعين يبقى انا الاراة هنا بتسجل كام بتسجل مية وسبعين وعندي بص كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة يبقى مية خمسة وسبعين سنطي يبقى انا عرفت ان انا واقف القراءة اللي موجود عليها الامة عند النقطة دي مية خمسة وسبعين طبعا ده اشكال القامات وتنوع الارقام بتاعتها اللي موجودة والقياسات عشان نحدد كيفية القراءة شكل تاني طبعا هنا عامل الدايرة والاراة عشان تقدر برضو لموضوع تعيين الاراة ده موضوع مهم جدا جدا فيه اجراء عمليات الميزانية وخلي بالك في شق العملي والشق اللي ايه والشق النظري لان انت هتسأل عنه في الامتحان وفي الشكل العملي لما تيجي تنفذ ان شاء الله هتحتاج الكلام ده لازم تركز عليه وتكون فاهم وحافظ للمنظومة ماشية ازاي في عملية تحديد القراءات على القام لو بصيت هنا طبعا هنا المتر وثلاثين ظهرت عندك ايه في المنتصف هو طبعا عدى الاراية اهو وبدأ يعدلك يشوف الاراية كام طبعا واحد متر لان خلاص وثلاثين لان التلاثين موجودة يبقى ده متر وثلاثين ده ثابت عندي يبدأ يعد ده متر وثلاثين البداية تحت هنا خلي بالك هنا تحت ايه وديه النهاية يبقى ده كل الجزء ده بتاع من متر وثلاثين لبداية المتر واربعين يبقى متر احل وثلاثين وثلاثين وهي كزا لحد الكام متر واربعين لو بصيت للشعرة دي ويحنا موضحينا ومكبرنا هنا ايه في وسط الدائرة على ان الدائرة دي العدسة بتاعت الميزان او المنظار يبقى انا بصيت كده هنا متر وثلاثين وده كمان سنطي بداية الصنط الثاني خلاص انتهى والشرطة دي موجودة عليه يبقى الاراية زي ما هي موجودة كده متر واحد وثلاثين طبعا الناحية دي برضو اقتراءة اخرى متر وي يعني لو بصينا كده هنا الشعرة دي موجودة فين موجودة فيه اهو في المنتصف عندك واحد اتنين تلاتة يبقى دي تلاتة وتلت من الصنط يعني تلاتة ملي من الصنط لو بصيت ده متر وعشر واحد علامة واحد متر وعشرة خلاص كتبت المتر وعشرة طي لو بصيت كده هنا على الشعرة الكبيرة دي اعد من تحت واحد اتنين تلاتة يبقى دول تلاتة سنط ودول تلاتة ملي من الصنط يبقى متر وكام متر ويبص هنا اهو واحد ده اللي هو العشرة وبعد كده تلاتة ملي من السنط التاني طي هنا لسهولة العملية بدأ يوصر لك الموضوع فحط كل سنط بالقراءة بتاعته يعني ده متر وعشرة دي خلاص في البداية هين بعد كده متر وحداشر سنط لما السنط لا طلع فوق بعد كده السنط التاني متر واثناشر السنط التالي متر وثلاتاشر والكبيرة اللي اتكلمنا عليها عند المتر وكام متر وثلاتاشر وثلاتة ملي كده تمام يبقى كده اتكلمنا عن تعيين القراءة على القامة خلي بالك ان ده من اهم الاجزاء اللي موجودة في العمال المسيحية والاجهزة المسيحية لانك انت في القامة لو القامة دي عندي فيها مشكلة سواء بالاتجاه بتاعها موش رأسي او ميلة او فيها اي مشكلة ولو بالملي خلي بالك ان انت بتتكلم في قامة طولها مثلا اربعة متر لان كل جزء فيهم بكام باثنين متر ده طبعا على حسب الشركة المنتجة لنوع القامة او شكل القام بس خلينا ناخد فيه العادي انك انت بتكلم على قامة طولها اربعة متر لو كل متر فيه بس واحد ملي بانت بتتكلم في اربعة سنتي اربعة سنتي دي عشان تكون عارف الخطورة اللي قد تنتج عن عدم المام او الادراك لعملية القراءة وتعيين القراءة على القامة الواحد سنتي او الاربعة سنتي اللي بنتكلم عليهم اربعة ملي يعني نص سنتي نص سنتي ده لو هنفترض انك انت بتعمل مساحة او بتعمل ميزانية شبكية القطعة ارض القطعة الارض دي وليكن مثلا فدان او كذا خلي بالك ان انت كل مثلا هنقول كل مثلا عشرة متر خمسة متر بتاخد اراية كل اراية من دول هيكون فيها نص سنتي مع المساحة الكبيرة اللي موجودة دي هتنتج عنها طبعا خسائر كبيرة جدا اما بالزيادة او بالنقص طب بالنقص ليه او الزيادة ازاي هكون فيه مناطق مناطق دي عالية محتاج ان انا اشيل منها رب طبعا حضرتك زودته نص سنتي مع المساحة الكبيرة اللي موجودة اذا نص سنتي في كل الكلام ده لما اجي كعب في الاخر هلاقي عندي طبعا مشكلة كبيرة ان الناتج هيكون غلط وتكلفة اقتصادية طبعا عالية نتجة عن عدم الالمام والادراك لكيفية قراءة او تحديد او تعيين القراءات على الام العكس بتاعه طبعا لو ارض منخفضة وانا كمان اديت الكلام ده غلط او الاراية دي عندي فيها غلط طبعا شوف بقى الاجزاء دي كلها بالانخفاض محتاج ان انا اجيب ناتج رادم او هتكلفني مواد وخامات قدقيه عشان اسوي الكلام ده قطعة الارض على المنسوب اللي انا محتاجه يبقى اذا مهم جدا او من المهم بمكان ان هو كيفية تعيين القراءة على القامة لانك انت هتتعرض للكلام ده كتير مع اختلاف ارتفاع وانقفاض الارض وطبيعة الارض اللي انت شغال عليها يبقى لازم اخد الامة وبص عليها في المعامل او في الشكل العملي بتاعي او في الجزء العملي اللي بتكلم عن القاص بالادوات او العدد والادوات المساحية والملحقات واهم شيء موجود طبعا كل الادوات مهمة جدا ولكن خلينا نقول ان الامة هي اللي هتديك بشكل سليم افهم يعني ايه لما يبدأ من بداية المتر الاولاني مش هتكلم في واحد متر فيقولك مثلا 80 سنطي الا متر اللي 20 او متر اللي 10 الكلام ده طبعا لا انت هتلاقي عندك كل من المتر الاولاني متقسم كل 10 سنطي 10 20 30 40 50 لحد 90 بعد كده يبدأ يعد واحد متر والكسور بتاعت واحد متر وعشرة متر وعشرين بنفس الكيفية لحد ما يوصل لنهاية الامة بتفرق معاك جدا السنطيات طب السنطيات دي بشتغل عليها من ايه او ازاي بشتغل على الشعرة الكبيرة المتوسطة اللي موجودة في المنظار وقلت ان انا لما ببص في المنظار بتاع الجهاز ايا كان نوعه بها تو دوليت او تو تل ستيشن او ايا كان الجهاز اللي انا شغال عليه او حتى الميزان الامة العادي انا بشوف الشعرات الشعرات دي بيكونوا عبارة عن شعرة رأسية بوجه الميزان بحيث الشعر الرأسية تكون فيه منتصف الامة بالضبط تكون اسمه الامة المنتصف الرأسي للامة وعندي بعد كده ثلاث شعرات واحدة افقية علوية صغيرة واختها بتكون موجودة تحت بشتغل على الشعرة الكبيرة اللي موجودة فيه المنتصف اخد القراءة اللي هي موجودة عليها كده اتكلمنا باستفادة في كيفية تعيين القراءة على القامة للاهمية من الباقي الاجزاء عشان نشوف جزء اخر من بيتكلم عن الملحقات واللي احنا بدأناه عن الامة فبيقول لي هنا معايرة القامة يعني ايه معايرة القامة والمقصود ده اختبار تدريج القامة من وقت الى ايه لاخر ومقارنتها بشريط جيد بين الصلب لتأكد من سلامة من سلامة التدريج مهم جدا بيتكلم عن ازاي اتطمن ان الامة بتاعتي قد يكون نتيجة للعوامل الجوية لانها طبعا ممكن تكون مصنوعة من الالمونيوم ممكن تكون من الخشب نتيجة لي مثلا المية او الرطوبة بيحصل عندي انتفاخ في الخشب عفوا وبالتالي ممكن يزيد طول الامة فيديني تدريج طبعا تدريج غلط او قراءة غلط اما بالزيادة او بالنقص او برضو ممكن يكون بعض ودي بنشوفها فيه الامات اللي هي الامة التليسكوبية طبعا هتكلمنا عن انواع القامات قامة التليسكوبية ده جزئين بيدخلهم في بعض او اربع اجزاء على حسب طول الامة ونوع الامة كل جزء من دول بيكون متوصل بيرتبط بالجزء الاخر عبارة عن جزء كده فيه سقب سقب ده الجزء اللي فوق بيسقط فيه الجزء اللي تحت بيربطهم الاتنين ببعض بحاجة اشبه بالزرار كده بتربط الجزء ببعض الجزء ده او الجزء اللي بيربط ده لو ماهوش مظبوط وفي مكانه بالزبط موجود في مكانه بالزبط الامة او الجزء ده بتلاقي ان المتر الثاني وليكن مثلا نزل لتحت او غاطس في المتر الاولاني مثلا واحد سنطي او اتنين سنطي لو ما خدش بالي من الكلام ده مع اطول الامة وتكرار عملية الاياس الارتفاعات او الانخفاضات او القراءات اللي موجودة عندها ايا كان بتديني طبعا في النهاية ايه قراءة غلط يبقى انا هنا محتاج ان انا افرد الامة كويس اتطمن ان كل جزء متوصل بالتاني كويس طب لما اجي بقى اعمل عملية معايرة بعملها ليه بعملها من وقت للتاني بشريط من الصلب يكون كويس بقى افرد الامة المفروض ان الامة دي طولها كام طولها ستة متر مثلا يبقى انا بجيب الشريط وابدأ كل فترة والتانية كده اقيس طول الامة اشوفه ناقص ولا زيادة ربما يكون جزء في كعب الامة من تحت يكون حصل فيه انحناء او كذا وبالتالي هنا بعمل عملية معايرة زي بالظبط كده عملية تأكد او ضبط من طول او تأكد من ضبط طول الامة واللي اطمئنان على ان المقاس بتاعي بتاع الامة ده سليم طب الكلام ده او العملية دي بعملها باستخدام ايه باستخدام الشريط اين كان نوعه وان كان هنا قال الشريط الصلب لطبعا سبات سبات الشريط فيبقى سهل علي في عملية الفرد واقدر اتأكد انه طبعا لما هيبها هاته صلب مش هالهو يعني يديني اطوال لانه الشريط التيل الهو بيأثر فيه لزي اتكلمنا عليه في سنة تانية ان الطيرات الهوائية بتأثر عليه على الشريط التيل لانه بيكون خفيف حاجة من القماش شريط الصلب هيكون اكثر سماكة وبالتالي هيكون اكثر دقة من الشريط اللي هي الصلب في عملية الاستخدام طيب اتكلمنا كده عن معايرة القامة وشفت ازاي اجري عمليات القامة طب حتى رغم ان القامة من ملحقات الاجهزة المساحية لان القامة نفسها بيكون لها ملحقات اول حاجة خالص بيقول لي ميزان التسوية ده بيكون موجود فيه يثبت عادة في خلف القامة او على جانبها ميزان مياه دائري صغير للاستفادة منه لجعل القامة رأسية تماما اثناء العمل لان ميل القامة على المستوى الرأسي يجعل القراءات المرصودة اكبر من الحقيقة طيب نتكلم الاول على ميزان التسوية ده انه عشان يضمن رأسية الامة عن طريق نقط المية اللي موجودة في الميزان الميزان الامة مثلا يبقى انت برضو الامة دي لازم تكون انت متأكد انها مظبوطة رأسيا طب ليه لان طبعا انحناء الامة سواء للقدام او للخلف او اليمين او اليسار ايا كان الانحناء اللي هيبقى موجود فيه الامة ميش وقفة رأسية هيسبب عندي مشكلة هيديك قراءات اما بالزيادة او بالاي بالنقصة طبعا لو الامة وقفة كده سليمة هديك قراءة مظبوطة طب انا ازبط الرأسية دي بتاعت الامة دي ازاي طب ما هو يفهمستر ومسكة وارد جدا ان هو يكون مش واخد باله لان الميل بيكون ميل خفيف او حطتها على الارض الارض دي ميش طبعا مستوية ممكن يكون فيها ميل بسيط او حتى وقفته هي نفسها ما تكون شي سليم طب الكلام ده بيجري ازاي في ملحق من الملحقات حاجة صغيرة كده بتزبط للكلام ده فبيكون عبارة عن ايه عبارة عن ميزان مية صغير دائرة صغيرة بيكون موجودة اما في الجنب او في الظهر زي ما هنشوف كمان شوية في الشريح في الصور هتلاقي ميزان المية ده موجود في الجنب او في ظهر الآمة من وراء الرجل اللي واقف ده المساعد لمسك الآمة كل شوية طبعا كل ما يغير مكان او نقطة هيوقف عليها عشان ياخد قراءة المساح ياخد قراءة بيبص على نقطة المية ويبدأ يزبط الآمة حد طبعا القامة عندي حاجات تانية ملحقات للملحقات اللي هي عبارة عن الآمة اه زي ايه زي القعدة الحددية المسلسية اللي هنشوفها كده مع بعض بيقول هنا هي عبارة عن قعدة حددية لها أسنان مدببة لسهولة غرسها في الأرض ووضعها تحت القامة في الأراضي الرخوة او الأراضي الترابية طبعا بتالي كلام واضح وبسيط لان انا بتكلم عن قعدة حددية القعدة دي بيكون لها ثلاث أسنان مدببة يعني الأسنان دي عشان اقدر اغرسها في الأرض خاصة بتستعمل في الأراضي اللي هي بتكون أراضي طينية يعني أو أراضي الرخوة الأراضي الرخوة دي للأرض المنقولة زي مثلا كان مصرف وتم ردمه أو منطقة وتم ردمها وبالتالي الترابة فيها هتكون ميش سبتة لو حط عليها القامة القامة ممكن تغرس في الأرض وبالتالي هتديني قراءة غلط الكلام ده بستعيد عنه أو بتلاشى المشكلة دي عن طريق قعدة مسلسية حددية بسبتها في كعب القامة القامة من تحت بيتم تثبيت عليها القامة عشان برضو القامة ما تغرسش أو تغص مني في الطراب أو في الطين وبالتالي تديني قراءة خطأ ده الملحق التاني من الحزام وهو حزام لربط القامة وذلك ليسهل حملها ونقلها طبعا بيكون للقامة في جراب جراب ده اشبه بجراب اللي بنحط في المسطرة اللي بيستخدمها المهندس فيه الرسم جراب بيكون قماش بتدخل فيه القامة طبعا القامة التوليسكوبية عشان نقدر نحافظ عليها بيكون فيها الجراب ده بيكون في حزام هنا بعد كده هيتكلم تاني عن الاشكال او الصور للموضعات اللي اتكلمنا عليها في الملحقات وجزئية ده احنا جايبينها رغم ان احنا تكلمنا على الصور ده قبل كده في القامة المطوية ولكن عايزين نتكلم هنا او احنا احنا قصدين نجيدي ليه عشان نوضح الميزان التسوية اللي موجود بيكون موجود في ظهر الامة زي ما انت شايف كده القطعة دي خلي بالك بتتحرك انا اقدر افك الميزان ده خالص من الامة ويانقله في اامة اخرى لان هي قطعة متحركة بحركة بسبتها في ظهر الامة ودي نقطة المية اللي بنتكلم عليها طبعا لازم نقطة المية دي تيجي في الدايرة عشان اضمن ان الامة مدياني بعد رأسي سليم وقد تكون برضو في الجام يعني ممكن تتثبت في الظهر او في الجام هنا طبعا اشكال مختلفة لعملية رأسية او ضبط رأسية القامة لو بصيت هنا الامة ميلة منه لقدامها وبالتالي هتديني قراءة غلط هنا طبعا هو مسبتها عمودية رأسية سليمة طبعا الكلام ده مجاش من فراغ جاء عن طريق استخدام ملحق اللي هو الزبط معايا رأسية واللي كان عبارة عن الميزان ميزان التسوية ممكن اثبته في الجام اهو زي كده او في الظهر ده طبعا الاجزاء بتاعته وقطاع هنا الصورة موضحة اللي هو الشفة اللي موجودة هنا دي ودي عشان تقدر تخدم على العرض الامة وبالتالي مايتحركش معايا الميزان بيكون موجود في الظهر او في الجام ده طبعا الاشكال اللي موجودة عندي وهنا اجيب لك الصورتين عشان تعرف الفرق ما بين الرأسية السليمة وطبعا الرأسية الغير سليمة ده هتديني ابعاد خطأ وبالتالي تحصل عنها او يحدث عنها مشاكل انما طبعا هنا القراءة هتكون قراءة سليم عندي ملحق اخر اللي هو حامل سلاسي او خشبي او معدني ده طبعا خلاص اتكلمنا عن ملحقات القامة وعرفت انها قاعدة مسلسية وميزان التسوية والجراب والحزام انما هنا هنتكلم عن ملحق اخر من الملحقات الاجهزة المسيحية وهو عبارة عن الحامل السلاسي وابقول لك ممكن يكون من الخشب او المعدن بتثبت عليه الجهاز فيه طبعا ثلاث ارجل زي ما حضرتكم شايفين كده وهنا فيه فوق فيه النهاية بتاعته من فوق الاعدة دي بيكون فيها مصمار ربط من تحت بيربط بيدخل فيه مجرى المجرى ده بيكون موجود اسفل الميزان بيربط الميزان بالحامل عشان اثبت الاتنين فبعه كله طبعا ثلاث ارجل مدببين من تحت زي ما انتو شايفين كده وفيه هنا بيتحرك عن طريق مفصلة او حاجة هنا بتحرك بتفرد معايا الطول بيجري المجرى بتاعه للارتفاع او الانخفاض داخل مجرى خشبي اهو يبقى انا عندي جزء او قطاع صغير موجود في قطاع اكبر الاتنين دول مربطين بحاجة الحاجة دي هي اللي بتتحكم معايا فيه ارتفاع الحامل على حسب الطول بتاع الراصد او المساح اللي بيشتغل على الميزان بيزبط طبعا على حسب الوقفة بتاعته وعلى حسب طوله عشان يقدر يستخدم الايه استخدم الميزان ده طبعا شكل الحامل ممكن يكون من الخشب او من المعدن هنا اكثر تفصيل يعني جزء مقرب شوية فيبيقول ان ده عبارة او مكونات الحامل عبارة عن قعدة لتثبيت الجهاز زي ما تكلمت عليها فوق كنت فوق مصمر من تحت بتربط الجهاز بالقعدة وعندي مفصل متحرك اللي هو التلات ارجل دول وهنا ارجل للحامل طبعا خلاص التلاتة وهنا مفصل انزلاق للارجل اللي قلت عليه جزء داخل جزء بيتحرك عشان يقدر يفرد الميزان بتاعه الحامل على حسب طول الراصد او الراجل اللي شغال عندي تحت هنا خالص فيه مسبت للرجل اللي هو الكعب اللي بيكون موجود تحت ده ويكون فيه الجزء ده اقدر اضغط عليه برجلي او المساح بيضغط عليه عشان يسبت السن ده في الارض لو الحامل موش مظبوط فيه الارض وبالتالي الحامل بيكون سليم في وضع سليم وبيضبط طبعا افقيته عن طريق النظر بيبص كده فيه الحرف اللي هو موجود فوق ده بقدر الامكان بيبدأ يضبط التلات ارجل عشان الافقية بتاعت الحامل ده من فوق تكون سليمة وبالتالي الميزان يكون افقي على الحامل بتاعه ابدأ هنا بتكلم عن جهاز الميزان وده طبعا تالت نوع من الملحقات المستخدمة فيه الاعمال المساحية او الجهزة المساحية فبيتكلم عن جهاز الميزان او بنسميه الليفل الليفل ده طبعا اسمه يعني بيطلق عليه برا ومشهور بميزان جهاز الميزان المستخدم فيه اعمال المساحة البسيطة زي الميزانيات الطولية والعرضاء والشبكية طبعا مكوناته عبارة عن تليسكوب مزود بعدسات بصرية هنا بيقول لي ميزان تسوية مسبت على قاعدة الميزان لتوجيه نظر الراصد في خط افقي متعامد على جذبية الراصد ده شكل طبعا للميزان عشان نكون عارفين او تتكون الفكرة لدينا طبعا احنا اتكلمنا عن الملحقات قبل ما نتكلم عن الميزان سيبناه للاخر كأحد الاجهزة المساحية المستخدمة في اعمال المساحة اتكلمنا عن الامة اتكلمنا عن الحامل ايبا الامة هناخد عليها القراءة عن طريق الميزان والحامل بنسبت عليه الميزان جيه دور بقى ان احنا نتكلم عن الميزان نفسه لو بدأنا ب ميزان الليفل او ميزان او جهاز الميزان المستخدم فيه اعمال المساحية ده طبعا ميزان الامة وتكلم هنا فيه المكونات بتاعته نوع عبارة عن تلسكوب اللي هو اللي موجود ده اهو او منظر زي ما بنسميه كده مكون او مزود بعدسات بصرية عدسة عينية وعدسة شيئية والعدسة العينية طبعا اللي هي بتكون ناحية عيني هنا ده جزء ده والشيئية اللي هي بتكون ناحية الشيء او الاتجاه او الهدف اللي انا هرصد عليه ميزان تسوية مسبت على قاعدة الميزان اهو لنقطة المياه دي بيكون فيه موجود واحد هنا فيه واحد انا واحد هنا اهو ده بيكون في اتجاه الراصد عشان يقدر يبص او يشوفه هو واقف انما ده بيكون موجود فيه قاعدة الميزان على الجزء الافقي بيبص عليه الراصد برضو بيزبط ده مع ده بحيث ان الاتنين يكون مزبوط يبقى راسية وافقية الجهاز في الوضع السليم انواع الموازين تنقسم الموازين من حيث نظرية العمل عشان ده طبعا بييجي فيه الامتحان وده سؤال مهم جدا جدا من الاسئلة المهمة اما صح وغلط او اكمل او يتيجي في صورة اذكر بيتكلم دايما اذكر انواع الموازين الهندسية المستخدمة فيها الاعمال المساحية او يتكلم من انواع الموازين الهندسية المستخدمة فيها الاعمال المساحية نقط ونقط 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 ويبقى كده بيوضح او محتاج منك انك انت تقولهم يبقى انا هقول كده على السريع ميزان ديمبي ميزان ذات الامالة ميزان جيو ديسي ميزان اوتوماتيكي ميزان الليزر والميزان الرقمي وعندي التودليت محطة الرصد الكاملة زي ما بنسميها وللأسف الوقت ما حضراتكم بيمر بسرعة جدا على امل ان شاء الله ان احنا نلتقي بحضراتكم في حلقتنا المسلسلة الاستكمال باقي عناصر المنهج في مادة المساحة ونستكمل مع بعض انواع الاجهزة المساحية من حيث الاستخدام ونستعرض او نتكلم عن ميزان الامة بشكل مستفيد ومكوناته وكيفية اجراء القراءات باستخدام الميزان او ميزان الامة او زي ما بنسميه الليفل زي ما قلنا في بداية الحلقة ان شاء الله باذن الله نلتقي بكم على خير ان شاء الله شكرا لكم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته